اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي هو النجوم لو اول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكمل مشيل حيك يثير دقة فماذا توقع حقيقة تم تداول مقطع فيديو ظهر فيه مشيل حيك وهو يتوقع في احدى اطلالاته بالتحديد ليلة رأس السنة 2022 اتكلم فيه عن هزة عاطفية بتتعلق بالحياة الشخصية للفنانة شاكيرة الفنانة شاكيرة بين استعراض وتعرض بين هزة وهزة بتزج مهورة وهذا ما حصل بالفعل حيث اعلنت المغنية الكولمبية شاكيرة انفصلها بشكل رسمي عن صديقها مدافع برشلونة الاسباني جاريار ديبيكي واكدت المغنية الكولمبية ذات الـ 45 عام انها انفصلت عن لعب كرة القدم البالغ من العمر 35 عام بعد 11 عام من العلاقة التي انجبها خلالها طفلين وهم ميلان وساشا قبر حزين خيمة على الوسط الاجنبي وهو انفصال الفنانة العالمية الشاكيرة عن اللاعب الاسباني ومدافع فريق برشلونة وجاء في بيان شاكيرة نأسب للتأكيد على اننا ننفصل من اجل اطفالنا الذين هم على رأس اولوياتنا نطلب احترام الخصوصية شكرا لتفهمكم والتقى بكي والشاكيرة قبل وقت قصير من نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا ثم بدأت الخطوبة وانجب ميلان 9 سنوات وساشا 6 سنوات وكانت صحيفة ايدبردوكي الكاتولينكية اكدت في وقت سابق ان علاقة بيكي والشاكيرة بتمر بازمة مشيرة الى ان المدافع الاسباني خان فعلا المطربة الكولومبية واكدت الصحيفة ان السنائي لم يظهر سويا منذ اذار الماضي سواء في العلن او حتى على موقع التواصل الاجتماعي وبحسب الاخبار التي انتشرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ان شاكيرة كشفت خيانة بيكي لها بحسب صحيفة البريوديكو الاسبانية وبكده يكون اتحقق توقع مشي الحيك اللي تكلم فيه عن العلاقة بين شاكيرة وبيكي اتمنى لو اول مرة بتشوفوا القناة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد ياريت يدعموني باللايك والكومنت والشير شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم